في مدينة يقضنها ملايين الجوعاء تعبث ميليشيات الحوث الإرهابية بأكثر من 54 ألف طن من القمح بقصفها مقرات مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون والمدفعية فأحرقت صوامع الغلال ودمرت هناجر التخزين ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من القمح كانت كفيلة بسد أفواه الجوعاء مخازن مليئة بحبوب القمح تكفي لأكثر من 3 ملايين شخص لمدة شهر كامل تعرضت للتلف بسبب تعنت ميليشيات الحوثي ومنعها عدة مرات عمال برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر لمعالجتها وتشغيل المطاحن وبعد أربعة شهور من التعنت والعراقين الحوثية تمكن فريق من برنامج الغذاء العالمي ومجموعة من عمال مطاحن البحر الأحمر من الدخول إلى المطاحن عبر المناطق المحررة للتأكد من سلامة مخزون القمح تمهيدا لنقله وتوزيعه على المستحقين في مختلف المحافظات في حين أغلقت الميليشيات كل المنافذ الواقعة تحت سيطرتها تعمد إطلاف الميليشيات الكهنوتية لكميات هائلة من الحبوب ليس بجديد على جماعة تتعمى التجويع الناس ونهب وسرقة المساعدات الإنسانية غير آبهة لمعاناتهم من الفقر والأمراض والأوبيا فيما تستمر هي جاثمة على صدر اليمن واليمنيين اشتركوا في القناة